مرحبا بكم مرة أخرى بالفيديو السابق تكلمنا عن دواء الكابتوبريل اللي يسبب أعراض جانبية وفهمنا أيضا أنه الكابتوبريل هو عبارة عنده يوقف إنزيم الأي سي إي الامجتينسين كونفيرتينج إنزايم اللي يحول الامجتينسين واحد إلى اثنين الآن خلونا نفهم ليش يصير كف قحة كف أو ليش يصير الأنجيو أديمة عند أخذ الكابتوبريل أو عموما مجموعة الأيس إنهبيتر ليش يصير قحة لما نأخذ هذه الأدوية مو كل المرضى يصير دهم كف ولكن قسم المرضى يصير دهم كعراض جانبي الكف والشيء الأخطر منه هو الأنجيو أديمة خلونا نفهم الموضوع الأيس إنهبيتر خلونا نفهم ساحالي مننا الأيس إنهبيتر أو الأيس خلونا بإنزيم الأيس هذا الإنزيم سهل حالي ما وقفنا الإنزيم إنزيم شغال يحول الامجتينسين واحد الامجتينسين الثين ولكن الأيس هذه وظيفة الأولى يحول إلى وظيفة أخرى الأيس بالريئة الإنزيم الأيس أيضا يحول مركب البردي كاينين إلى البردي كاينين هذا البردي كاينين شي يصير به يتحول إلى البردي كاينين وحي يقول الدكتور وشيء البردي كاينين؟ البردي كاينين مركب فإحنا ملخص الكلام هتفهموا الأيس انهبتر يحسوا هذا التحول حتى يزيد ضغط الدم بس بنفس الوقت يكسر هذا البردي كاينين يكسره حتى ما يتراكم بالجسم ما يتراكم بالريئة ما يسوي نقاح التهابات بالريئة قصد التهابات يعني مو قصد بكتيريا أو فيروس فالبردي كاينين يتكسر بالأي سي اي فدائما نظفلنا رئتنا من البردي كاينين يسبب كحة ممكن البردي كاينين ممكن يصعد للوجه للجسم يسوي أنجو قديم عبارة عن انتفاخات بالوجه ممكن يتعيق حتى التنفس تحت الريئة أو يتعيق التريكيا والتنفس فالأي سي اي انزيم مهم هذا الانزيم لما نيجي ننطي الأدوية لتوقف الانزيم ما اسمها الأدوية A.C.E. Inhibitor A.C.E. Inhibitor مثل كابتوبريل اللي تكلمنا عن عرضة جانبية لما ننطي الأدوية الأي سي بعد توقف ما عاد الأمجدنسين واحد يتحول إلى اثنين ضغط الدمق الممتاز بس المشكلة وين البردي كاينين ها راح يتكسر وقفنا الانزيم البردي كاينين ما راح يتكسر راح يزداد فلما يزداد البردي كاينين شنو ممكن يسبب بالرية هو يعني أكثر ما كان به يسبب كاف زغط الدمق الممتاز كان ينأكثر راح للسيستيماتيك للشراين للجسم يبدأ يسوي أنجيو أديمة هذه الفكرة اللي من خلالها يسبب تسبب أدوية ال-A.C.E. Inhibitor الموقفات لأنزيم A.C.E. أنجيو تنزينجو كيف تسبب كاف أو ممكن تسبب أنجيو أديمة شوفكم في فيديو آخر مع السلامة